سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة جابلكم وصفة آآ حلوة جدا هي الرؤاء زي ما احنا شايفين كده صانية الرؤاء هنعملها مع بعض. آآ سهلة جدا والنتيجة برضو حلوة جدا هتعجبكم. آآ يلا بنا عشان نشوف الوصفة والمقدير من البداية. في البداية هنقول بسم الله وديه مقارنة في مقارنة في مقارنة في مقارنة. ما قدرنا هي زي ما احنا شايفين. عندي حوالي نص كيلو رؤاء نشف. اهو حوالي ست وحدات كده. آآ كمان عندي بصلايا كبيرة مفرومة. مفرومة في الكبة. وعندي كمان ربع كيلو لحمة مفرومة. وكمان سمنة. وكمان طماطم وفلفل. هي دي ما قدرنا بس. ما فيش حاجة تاني. بعد كده عندي بقى البهارات. هي زي ما احنا شايفين. ملح فلفل. آآ كمون. كسبرة نشفة. هي دي كل آآ ما قدرنا مع بعضه. وطبعا عايزة بضاية هنعرف هنعمل فيها ايه في الاخر. نبدأ دلوقتي نعصج اللحمة المفرومة زي ما احنا شايفين كده حل على النار. حطينا فيها شوية زيت. ونحط عليهم البصلايا اللي احنا فارمنها. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. هيبدأ البصل اهو يبدأ ياخد لون معانا. اول ما ياخد لون اصفر هننزل بيه اللحمة المفرومة. زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنقلبها كويس جدا. على النار. وبعد كده هجيب البهارات اهو زي ما احنا شايفين وهنقلب كويس جدا مع بعض. وطبعا هشوف لو محتاجة ملح تاني هحط لها. بعد كده هجيب الفلفل والطماطم اللي انا مقطعاها وهنزل بيهم كده على اللحمة المفرومة عشان يستيوا برضو مع اللحمة. هيدو طعم حلو جدا. آآ في الرؤاء بتاعنا. استمر في تقليبها كده واسبها شوية على النار لحد ما الطماطم تتبل شوية على النار. بعد كده هبدأ اجهز الصانية اللي انا هعمل فيها الرؤاء. وطبعا انا عندي الشربة هي سخنة. آآ هجيب الفرشة وادهن كده الصانية بدهنة سامنة كده. علشان يبقى مقرمش من فوق ومن تحت. طبعا من الجوانب برضو هادهنها. بعد كده هجيب الرؤاء كده وابدأ ان انا بالمغرفة ابدأ اسقي الرؤاء بتاعي بالشربة ورص كده في الصانية. طبعا تبقى فيه سرعة شوية علشان الرؤاء بيتهري بسرعة ما نلقيه شربة صخنة يعني. وبعد كده هادهن آآ راء راء من الرؤاء هادهن آآ سامنة زي ما احنا شايفين كده. وهوحط الرؤاء التاني اهو برضو وهادهن برضو عليه سامنة. كل رأة هبله بالشربة هحط عليه سامنة زي ما احنا شايفين كده ده هيساعد ان الرؤاء بتاعها هيبقى مقرمش وطعمه حل. وطبعا لو لقيت الاطراف بتاعتي زي ما احنا شايفين كده نشفة ممكن نحط لها مغرفة شربة كده عشان تطريها شوية. كده خلصت التلات رؤات بتوع الرؤاء هبدأ اجيب بقى اللحمة المفرومة كده. وهبدأ ان انا افردها ووزعها كده على الصانية وعلى الاطراف علشان تكون في لحمة مفرومة في كل حتة في صانية الرؤاء بتاعتي. انا كده فردت اللحمة المفرومة هو كلها زي ما احنا شايفين. طبعا هبدأ قبل الجزء التاني من الرؤاء وهنزل بيه كده على اللحمة هو زي ما احنا شايفين. وهدهم برضو سامنا من على الوش. طبعا التلات رؤاءات اللي جايين كلهم هنعمل فيهم نفس الطريقة كده. لحد ما خلصهم كلهم. وهو زي ما احنا شايفين كده جاهزت صانية الرؤاء بتاعتي. فوضل اخر خطوة بقى عندي زي ما احنا شايفين كده بضاية هي. هحط عليها رشة فلفل اسمر علشان متبقاش متديش الزفارة بتاعت البيض يعني. آآ بعد كده هقلبها كده. وبعد كده هجيب بقى آآ مغرفة كده شربة. في ناس ممكن تحط اللبن بس انا بحط شربة مش هتفرق يعني. آآ مغرفتين شربة كده وهقلبهم مع بعض كويس. البيض كده مع الشربة. ومتيلاقوش مش يبقى في زفارة خالص لان احنا حطينا فلفل اسمر فمش هيدي اي زفارة في الصانية بتاعتي. نقلبهم كده مع بعض وبعد كده هبدأ ان انا احط بقى الخاليد ده كله على صانية الرؤاء بتاعتي اهو. ده هيساعد ان هي تاخد لون دهبي وجميل بسرعة. مش هتاخد وقت كمان في استوى في الفرن. طبعا انا مسخنة الفرن عشان ادخلها على طول وتستوى معي بسرعة. زي ما احنا شايفين كده كده الصانية جهزت هدخلها الفرن وهنشوفها ان شاء الله لما تطلع من الفرن. بسم الله ما شاء الله بصوا ما شاء الله الصانية طلعناها هي من الفرن خدت لون دهبي وجميل اهو. طبعا البيت ساعد ان انها تاخد اللون الحلو ده. وطبعا ناخد بالنا برضو علشان ما تتلساش مننا وما تتحرقش بسرعة. آآ طبعا الوش آآ زي ما احنا شايفين كده هو ناشف شوية. لو بتحبوه طري ممكن ان احنا نغطيها آآ حوالي ربع ساعة. وبعد كده نشيل ونقطع هنلاقيها طرية معانا وبقت سهلة جدا في التقطيع. آآ وده الفيديو بتاعنا النهاردة يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تضغطوا على زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وتعملوا لايك وشير. واستنوني في الفيديو اللي جاي. هجيب لكم وصفات تانية جديدة وحلوة. واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.